عام من الانتظار واللا مزعجا وبقي حاضرا في الاذهان عام انقضى بعد ان قتل هشام الهاشم وبات مسجلا في قائمة الشهداء كما هم شهداء العراق خيرة الابناء والعقول والسهيرة قتل هشام واغتالته يد الاجرام وهو الباحث والخبير الامني التي انهت حياته قوى لا دولة منذ ذلك الحين والصدم حاضر في الاوساط السياسية والاكاديمية والشعبية ليست العراقية فحسب بل العربية والدولية فلم يفارق هذا المقطع المصور الذي وثق لحظة اغتياله لم يفارق الاذهان ولم تنقطع بعده عصابات الاغتيال من استهداف امثال هشام الذين اوجعوا واغضبوا من لا يحب للعراق خيرا خيوط الجريمة وانقطع بعضها فما زالت مبهمة لم تشفي غليل العراقيين الذين يستذكرون اول عام على رحيل الهاشم اسرة المغدور لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات في سياق لم تتوقف الحكومة عن سعيها الجاد للبحث في تفاصيل المجهول الذي يقف وراء انهاء حياة الهاشم الرجل الذي ارتبط اسمه وثيقا بملف قتلة المتظاهرين والناشطين العراقيين منذ الدلاع انتفاضة تشرين عام الفين وتسعة عشر لكنها تعويذة الحق ان شئت التعبير ان تدع روح هشام في قلوب العراقيين نهجا وثباتا على الموقف الذي وان قتل الجسد لن ترحل الروح الباقية في ضمائر العراقيين لكنها تعويذة الحق ان شئت التعبير ان تدع روح هشام في قلوب العراقيين نهجا وثباتا على الموقف الذي وان قتل الجسد لن ترحل الروح الباقية في ضمائر العراقيين اشتركوا في القناة شكرا